111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 112. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 113. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 114. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 115. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 116. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 117. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 117. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 118. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 118. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 119. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 110. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 111. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 112. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 113. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 115. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 116. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 117. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 118. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 119. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 110. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 111. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 112. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 113. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 114. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 115. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 116. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 117. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 118. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 110. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 111. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 112. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 113. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 114. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 115. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 116. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 117. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 117. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 118. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 119. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 110. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 111. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 112. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 114. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 115. تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 116. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 117. وأنزل جنودا لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 117. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 118. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 119. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 110. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 111. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 112. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 113. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريما 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 115. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 116. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 117. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 118. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 119. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 110. إلا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 111. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 112. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 113. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 114. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 115. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 116. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 118. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 119. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 110. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 111. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 112. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 113. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 114. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 115. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 116. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 117. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 118. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 119. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 110. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 111. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 111. al 있을 al- al-